بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء طلاب عائلة أكاديمية القمم الطبية في كورس الـ Excitable Tissue Physiology of the Excitable Tissue في هذه المحاضرة راح نتكلم على المحاضرة الأولى Part 1 طبعا في بداية الأمر خلي نوضح بعض الأمور الكثير من الطلاب يسأل شنون نقرأ الفيزيولوجي طيب هو شنون الفيزيولوجي؟ الفيزيولوجي يعرف أنه is the study of function يعني دراسة الوظائف أو دراسة وظيفة الأعضاء كل عضو معين في جسمنا يحتاج أنه ندرس شنون يقوم بوظيفته بشكل طبيعي هذا هو معناها الفسلجة معناها دراسة وظائف الأعضاء وهذا شيء كلش مهم وتعتبر الفسلجة من المواد الأساسية المهمة في كافة المراحل الدراسية حتى ما بعد الكلية في الدراسات العليا والتخصصات إن شاء الله لذلك إحنا الفيزيولوجي مادة نفهمها يلا نحفظها مو فقط نجي نترجمها ونقراها وندرخها لا وإنما تحتاج إلى فهم إذا فهمناها بشكل صحيح إذا فهمناها بشكل ممتاز هذا الشيء رح يسهلنا هواي بالمراحل المتقدمة في المراحل عندما نأخذ مادة الباثولوجي علم الأمراض إنه إحنا نعرف شلون يشتغل الجسم نعرف الخلية شلون تشتغل نعرف النسيج شلون يشتغل نعرف العضو شلون يشتغل شن وظيفته وشلون ده يسوي وظيفته أنا ذاك من نأخذ العلم الباثولوجي مستقبلا إحنا رح يسهل عليه ليش إنه نعرف شلون الجسم قاعد يشتغل هاي النقطة الأولى النقطة الثانية دكتور شنو إحنا معناته excitable tissue لازم نفتهم إحنا شنو معناه excitable tissue هسه رح نجي نوضحها بعد قليل هواي من الطلاب يسأل إنه دكتور هاي المادة شلون نقراها داريخ شلون تجي الأسئلة كل هاي أسئلتكم واستفساراتكم رح نحاول إنه يعني نوضحها لكم ونجيبكم عليها ونطيكم بعض الأسئلة وشلون تجي الأسئلة وشلون تفكر وشلون تقرأ خلال عرض المحاضرات أو السلايدات القادمة أوكي طبعا هذه المحاضرة الأولى الجزء الأول أو بعض الجزء ثانية طبعا قسمتها لجزئين لأنه تحتاج إلى فهم تحتاج إلى نمشي على كيفنا شوي شوي حتى نفتهمها طول عمرنا أوكي طبعا أنا أخوكم وزميلكم دكتور يوسف عباس حسن خريج كلية الطب جامعة بغداد أوكي طيب قالتكم تنتبهون على هاي الصورة كلش زين هاي الصورة رح تشرح لها شنو معنى نجيحنا لهذا المصطلح هو طبعا موديول يعني يعني متهيج ثائر هاي النقطة الأولى النقطة الثانية معناها نسيج إذن معنى الموديول أنسجة ثائرة أنسجة غاضبة مثل ما نقول أوكي أنسجة مثلا هايجة وشنو يعني شنو نقصد بيها نتبهوا على هاي الصورة جين جدت هاي الأماية صيحت على هذا الطفل أوكي صيحت عليها الطفل السوي أجه هو قام صيح ثار ضاج عليها وصيح عليها أوكي طيب عدنا بعض الأماية انسجة متميزة في الجسم الإنسان هاي الأماية انسجة من تتحفز من تحفزها من نصيح عليها من يسوي لها فالشيء راح تثور وتتهيج وتسوي لك اكشن هيها من يصيحها من يسوي لك يقول لكل فعل رد فعل فهي سويت لها فعل صيحت عليها حفزتها هي رح سوي لك رد فعل رح يصيح عليك رح سوي لك رد فعل رح سوي لك اكشن رح سوي لك فعل شنو هاي الأنسجة هي العضلات والعصاب العضلات جهаботها إشارة عصبية رح سوي لك رد الفعلха رح تصليك انقباض منك تروح هذا التحفيز يصير بها relaxation فهذا مختصر يعني رح نعتبر في هذا أنه ندرس العضلات والعصاب طيب دكتور العدليش ندرس رح ندرس لأنها أصغر خلية وأصغر مكون لجسم الكائن الحي ورح نوضح هذا بالإسلاح ذات القادمة طيب قبل كل محاضرة عندنا objectives لازم نطلع من هذه المحاضرة فاهمين ما يلي هاي أهداف المحاضرة قبل أن نبدأ المحاضرة نحدد أهداف نحن شو رح نقرأ شو ريد نقرأ طيب فهمنا نسلق زائدها بالتشيو فهمنا أنه رح ندرس العصاب والعضلات وشلون يصير من جهة stimuli تحفيز يعني للعضلة عن طريق النار شلون رح يصير بها action يصير بها ردفعل يصير بها contraction رح ندرس كل هذا بهذا الموديول بهذا السيستم أوكي طيب الobjectives بأهداف هاي المحاضرة شو رح أتعرف من خلال هاي المحاضرة أولا يقول لك describe يعني وصف أو شرح the basic components يعني العوامل الأساسية of cell membrane least cell membrane غشاء الخلية مو مسيج رح نعرف الخلية مين تتكون وكل مكون نأخذ عنه شوية حد شيء بالتفصيل حتى نفتهم طيب explain يعني نشرح the transport process عملية النقل through cell membrane غشاء الخلية رح يصير عملية نقل المواد من وإلى داخل وخارج الخلية أوكي رح ندرس شلون دس صير هاي عملية نقل المواد ومن المسؤول عنهم وشلون قاعد تمنقل الوبجيكتب الثالث define diffusion and its type شنو define يعني يعرف diffusion معناها الانتشار شنو هو الانتشار شنو معنا الانتشار شنو أنواعه أوكي طيب and how diffusion يعني شلون الانتشار أكر يحدث through protein channels عدنا بالسيل منبرين عدنا قنوات هاي القنوات هي بروتينية شلون قاعد تنتقل المواد من خلال هاي القنوات and explain نشرح gating of protein channels شنو يعني هاي القنوات المتكونة من البروتين بيها بوابة رح نعرف gating يعني بوابة هاي البوابة مين تتكون وشنو وظيفتها وشلون قاعد تشتغل وشنو أنواعها أوكي طيب والأوبجيكتبز الأخير الهدف الأخير describe شرح facilitated diffusion يعني الانتشار المسهل مثلا ما نقول أوكي facilitated يعني تسهيل diffusion انتشار أوكي من خلال هاي المحاضرة إذا احنا طلعنا فاهمين هاي الهدف احنا فاهمين هاي المحاضرة بشكل ممتاز أوكي طيب نجي الآن إلى أنه وشنهي الخلية الخلية شنهي الخلية يقول لك structural and functional يعني التركيبية والوظيفية unit الوحدة التركيبية والوظيفية of living organism للكائن الحي طيب دكتور إحنا نشرح على tissue والعضلات والنهف ليش نشرح على الخلية شباب يجي واحد من الطلاب يقول آني جسم الإنسان من يكونه يكونه مجموعة من الأعضاء هاي المجموعة من الأعضاء يسموها systems النظام أوكي مثلا نظام التنفسي نظام الهضمي أو الجهاز الهضمي أوكي طيب كل عضو مين متكون كل عضو في جسم الإنسان متكون من الأنسجة مجموعة من الأنسجة جمعت مع بعضها تكونت لي عضو أوكي طيب هاي الأنسجة مين تكونتني كل نسيج تكون لي من مجموعة من الخلايا أوكي sales طيب أظهر وحدة طبعا هاي sales مين جتي جتي من مجموعة atoms ذرات إذن مجموعة من الذرات atoms اجتمعت مع بعضها كولت لي cell خلية ثم هاي الخلية اجتمعت مع بعضها كولت لي tissue نسيج ثم هذه الأنسجة جمعت مع بعضها كولت لي organ عضو ثم هاي الأعضاء جمعت مع بعضها كولت لي جسم الكائن الحل لذلك أصغر وحدة والوحدة التركيبية والوظيفية لجسم الإنسان هو الخلية لذلك قبل ما ندرس tissue والنسيج العصبي والنسيج العضلي والخلية العضلي لازم نعرف شنو هي الخلية شلون قاعد تشتغل الخلية فيزيولوجي مالتها شلون قاعد تأدي وظيفتها هاي النقطة الأولى النقطة الثانية أريدكم تفتهموها أنه كل الخلايا تحتوي على ثلاثة تراكيب أساسية أوكي ثلاثة تراكيب أساسية أولا cell membrane هذا cell membrane غشاء الخلية أوكي أو يسموه plasma membrane الغشاء البلازمي هاي النقطة الأولى ويحتوي النقطة الثانية على الخلية يعني الخلية تحتوي على cytoplasm cytoplasm أوكي cytoplasm والنقطة الثالثة اللي تكون خلية نيوكليوس النوات أوكي إذن كل خلية تتكون من plasma membrane or cell membrane غشاء الخلية ثم cytoplasm أوكي cytoplasm والنيوكليوس النوات بالبلازمة موجودة العضيات الأورغانيلز شنو هاي الأورغانيلز دكتور المايتو كونجو بيوت الطاقة جهاز كولجي كولجي أبارتس مثلا الشبكة الS forthright الEndoblasm الEndoblasmic retinaculum ويعدنا الشبكة الEndoblasm الخشنة والشبكة الEndoblasm الملساء أوكي سموها smooth Endoblasmic retinaculum يعني الشبكة الEndoblasm الناعمة أو الملساء والرف اندوبلازمي كرتينكيولام انه الخشينة أوكي كلنا من العضيات موجودات وين بالسايتوبلازم أوكي فإحنا رح نجي ندرس على شغلة شغلة أوكي طيب نجي الآن الى السيل ممبرين نحنا قلنا الخلية تتقوى من السيل ممبرين سايتوبلازم ونيوكلياس هسه نجي الى السيل ممبرين نجي على واحد واحد السيل ممبرين هو غشاء الخلية غشاء الخلية من يتكون هم يتكون من ثلاثة أمور أساسية أولاً لبيت الدهون ثانية بروتينات ثالثاً كاربوهايدريت هذن ثلاثة هن المكونات يكون للي السيل ممبرين غشاء الخلية أوكي الليبت النسبتها ثنين واربعين من غشاء الخلية تكون للي البروتينز خمسة وخمسين بالمئة من غشاء الخلية مكون نسبتها الكاربوهايدر exists ثلاثة بالمئة يجيك السؤال بالامتحان يقول لك سيل ممبرين كومبوزد أوف ليبيت أولي يعني فقط لبيت تقول له على غلط يقول لك بروتيين أولي تقوله غلط يقول لك لبيت أند بروتيين أولي تقوله غلط ليبيت أند بروتيين أند كاربوهايدر أينذا يقول له True أو مثلاً البروتين يقولنا صحيح ممكن تمتج صحيح هي تجيك السؤال مثلاً يقول لك البروتين نسبته 40% يقول لها غلط البروتين نسبته 55% هي تجيك هاي الأسئلة هاي الشغلة الأولى طيب نجي على الدهون أنا عندي بالسيل ممبرين قلنا الدهون نسبته 42% لكن عندي نوعاً أساسيات موجود بالسيل ممبرين أولاً الفوسفو لبد الدهون المفسفرة مثل ما تلاحظون الدهون المفسفرة والشكلة 25% من هاي 42% وعند الكوليسترول الدهون الثلاثية اللي قلنا عليها كولة 13% والأذر لبد الدهون الأخرى الشكلة 4% لذلك النجي هنا إذن منه أعلى نسبة الفوسفو لبد 25% هي المكون الأساسي من اللبد من اللبد عفواً والمكون الكبير نسبة الكبيرة منه هي النسبة المتوفرة بالشكل الكبير من اللبد نوعاً هو الفوسفو لبد أوكي؟ هاي النقطة الأولى شي يقول لك؟ يقول لك هاي الدهون المفسفرة double layer of phospholipid يعني طبقتين من الدهون المفسفرة hydrophobic part hydrophilic part hydrophobic هو محب له كاره هو كاره للماء طرف كاره للماء وطرف محب للماء دكتور إحنا شنون نميز بيناتين شباب؟ شوفوا hydrophilic ده يضحك معناتها مبتسم معناتها محب للماء أوكي؟ يذوب في الماء بينما hydrophobic بقوا وجه معبس phobic لا يحب الماء كاره للماء سامعين في شيء اسمه phobia هذي خاف phobia phobic يعني خاف يطارد للماء كاره للماء أوكي؟ خلوا نروح نشوف الصورة حتى نفتهم شنو هذا؟ الحجي طبعاً الصورة حطيها هنا نحن هاي هذا cell membrane طبقتين من الدهون المفسفرة هاي الطبقة الأولى وهاي الطبقة الثانية أوكي؟ هاي الشغلة الأولى يقول لك الشغلة الثانية طرف كاره للماء وطرف محب للماء من هو الطرف الكاره للماء؟ الطرف وشنو ما الطرف المحب للماء؟ الطرف المحب للماء هو هاي الدعاب للزرقة أوكي؟ هاي الدعاب للزرقة الطرف المحب للماء منه؟ هذا الأصفر أوكي؟ هذا الأصفر هو الطرف المحب عفواً الكاره للماء أوكي؟ هذا الطرف الأصفر هو الكاره للماء وهي الدعاب للزرقة هو المحبة للماء هاي أريدكم تفتهموا أريدكم تعتبرون هذا هو داخل الخلية وهذا هو خارج الخلية هذا يسمى extra cellular part extra يعني خارجي cellular خلية part الجزء اللي خارج الخلية وهذا يسمى intra cellular part الجزء اللي داخل الخلية أو يسمى intra cellular fluid الفلود اللي موجود داخل الخلية وهنا هنا extra cellular fluid الفلود أو السائل الموجود خارج الخلية من خلال هاي الصور احنا راح نفتهم كل physiology of the cell membrane خلي لاحظ يقول لك الطرف المحب للماء وين صار على ياجهها على extra cellular لو على intra cellular يعني شي يواجه يواجه الا extra cellular لو ال intra cellular الطرف المحب للماء يواجه الا extra cellular وال intra cellular شوفوا هاي منها طبقة تواجه البرة وهاي منها طبقة الدعابل تواجه الجو اذا وحدة من الاسئلة المهمة اذا جدتك يقول لك انه يابه الطرف المحب للماء الهايدروفيليك يقابل فقط الا extra cellular تقول لك لا غلط يقول لك يقابل فقط الا intra cellular تقول لك غلط يقول لك يقابل facing أو facing intra cellular and extra cellular يعني واجه لداخل الخلية الوجه لداخل الخلية وخارج الخلية تقول لك هذا صحيح اوكي هاي السؤال اول حلينا والسؤال الثاني شوفوا الطرف الكاره للماء هذا مواجه لهذا متقابلات مع بعض الى داخل الخلية واحد يواجه الاخر طرف الكاره للماء يواجه الطرف الكاره للماء من الطبخ الاخرى متقابلات بينهما داخل الخلية اوكي اذن معلاتها facing together متقابلات في الانتحان شي يجيب لك يقول لك يا به هن ذني ما متقابلات ممكن يقول لك جزء على الا extra cellular جزء انت رأي تقول لك هن وحدة متقابل وحدة مقابل الاخرى interiorly يعني داخل ال cell membrane واحد يواجه الاخر اوكي هذا افتهمناه بشكل مفصل طيب رح نعرف بالسلادات القادمة شو وظيفة الفوسفوليبن اوكي شي كلش مهم الكوليسرول قلنا يشكل 13% ورح نعرف شو وظيفة الكوليسرول بالسلادات القادمة نجي الى البروتينات البروتينات تكون لي 55% طبعا two type of protein بالسيل الممبرين قلنا اللي بد انواع نوعا اساسيات اللي هنا الفوسفوليبن والكوليسرول وقلنا منه الاهم نسبتها كبيرة هو الفوسفوليبن البروتينات اكو فالشي اسمه integral membrane النوعية الاولى واكو نوعية اسموها باروفرال بروتيين اوكي او integral بروتيين عرفوا هنا integral integral بروتيين مو integral ممبرين انا يعني هلطان معناتها كامل بروتيين كامل بروفرال معناتها طرفي دكتور خليني شوفوا الصورة خليني شوفوا الصورة ورح نفتهم شوفوا البروتين integral المتكامل شوفوا هايات هذا الصورة واضح يخترق البد بالير يعني الطبقة الدهنية بالكامل شوفوا كلها مخترقها هذي يسمو integral protein اوكي يسموه متكامل شوفوا مخترق طبقة الدهون بالكامل مخترق بالكامل هاي النوعية الأولى النوعية الثانية اللي هي بروفرال بروتيين شوفوا هياتها بروفرال بروتيين طرفي شوفوا هياتها مثل ما نقول بس بجزء واحد بس بطبقة واحدة جزئي بشكل جزئي مو مثل هذا كامل بشكل جزئي وهذا عادة يكون ارتباط لي مو قوي ارتباط بالسيل ممبرين مو خوي لوسلي يعني خفيف بينما هذا ويكون ارتباط وثيق ارتباط شديد مع السيل ممبرين أوكي هاي معناها المتكامل والطرفي مفتهمين طيب نرجع على السلايد ونكمل الكاربوهايدريت الكاربوهايدريت يشكل لي 3% من الغشاء الخلوي يقول نقاتيف لك كاربوهايدريت اتتش تو آوتر سيرفس يعني شنو من هذا ملاحظة من هذا السطر ثلاث معلومات نحصل اول الكاربوهايدريت يشكل 3% من النقطة الثالية تنطيني شحنة سالبة للسيل ممبرين والنقطة الثالثة تتصل بالأوتر سيرفس نجي هنا نعصور نرجع هاي الكاربوهايدريت هاي الخطوط طبعا كاربوها بالمصطلحة نسموها غلايكو غلايكو معتك كاربوهايدريت فإذن هاي الكاربوهايدريت شوفوا مجلبة بالسطح الخارجي للخلية الأوتر سيرفس مو الإنر سيرفس ممكن جي سؤال يقول لك الكاربوهايدريت يشكل بالإنر سيرفس يقول لا هو يشكل بالأوتر سيرفس بالطرف الخارجي طبعا الكاربوهايدريت إذا تتصل بالدهون إحنا مو قلنا هاي طوبات الدهون إذا تتسموها غلايكو لبيد يعني كاربوهايدريت متصلة بالليبيد وإذا تصلتها مو قلنا بروتين هذا بروتين هذا بروتين إذا تصلت بالبروتينات تسموها غلايكو بروتين تتصل بالطرف الأوتر سيرفس وقلنا تتشحنة سالبة لجدار الخلية ورح نعرف شو أهمية هذا الشي أوكي طيب خلينا نقرأ ونشوف يقول لك الوحدة الأساسية هي الخلية أوكي مثل ما قلنا وقلنا يعني العضو مين يتكون قلنا العضو يتكون من تشيو من تشيو نسيج أو أنسجة تشيوز وهذا نسيج يتكون من خلايا أو خلية إذن الوحدة الأساسية هي الخلية أوكي اللي يتكون لي هذا العضو يقول لك held together يعني شنه held together يعني ترتبط أحدهما يعني خلية بخلية by intercellular supporting structure intercellular يعني شنه inter يعني بين between cellular خلايا supporting دعم structure تراكيب يعني شنه تراكيب موجودة بالخلية تربط لي خلية بخلية ها يعدها تراكيب وهو يعدها تراكيب ترتبط خلية بخلية ترتبط خلية بخلية تسوي لي نسيج وأنسجة وتكون لي العضو افتهمنا هذا اللي نقصد به يعني خلايا مع خلايا ترتبط ارتباط وثيق مع بعضها وهذا الارتباط لحيكون لي تشيو هذا تشيو كويلي نسيج أوكي طيب يقول لك كل نوع من الخلايا كل نوع من الخلايا كل نوع من الخلايا كل نوع من الخلايا يسوي لي وظيفة معينة أوكي يعني مثلا شنو يعني الخلية العضلية تسوي لي تقلص وامبساط أوكي الخلية مع الكلية مثلا تسوي لي ترشيح ترشيح للواتر وتطرح للسموم والآخره إذن كل خلية عندها وظيفة معينة أوكي كل خلية تسوي لي وظيفة معينة إذن السؤال يقول لك يمكنني جيك بالامتحان يقول لك كل الخلايا كل الخلايا تمتلك فنكشن كل الخلايا يعني كل خلية لها وظيفة معينة وحدة أوكي أنت مو تجي تقرأ تقعد ترجم وتعفظ تدرخ لا وإنما تتفهم السؤال حتى السؤال بياطر يجيك أنت ما تهتم أوكي طيب الممبرانيس structure of the cell يقول لك موست أورغان طبعا ممبرانيس structure of the cell يعني شنو يعني تركيب الممبران السيل ممبران إحنا حتيناها بالبداية خلنا نعيده شي يقول يقول لك موست أورغانيس of cell معظم العضايات في الخلية كفرد باي ممبران تتغطى بالممبران يتكون بشكل أساسي من lipid and proteins إحنا شو قلنا؟ قلنا الخلية داير ما دايرها أكو cell membrane cell membrane ما يتكون قلنا lipid, protein, carbohydrate وقلنا الليب نسبته 40% وقلنا لبروتين 55% والcarbohydrate 3% هاي النقطة الأولى النقطة الثانية شي يقول لك يقول لك مو بس السيل محاطة بجدار cell membrane وإنما حتى الأورغانيس العضايات محاطة بمنبران محاطة بغشاء وهذا الغشاء اللي يحيط العضايات هم يتكون لمنبروتين أوكي؟ طيب شنو هاي العضايات دكتور؟ هاي العضايات nuclear membrane شنو nuclear membrane يعني؟ الغشاء النووي الغلاف النووي خلنا نروح نعشرة هيا هذا هذا اللي يحيط بالنوات الغلاف النووي هذا nuclear membrane أوكي؟ أو سموه nuclear envelope أوكي طيب أو مثلا membrane of endoplasmic retunaculum الشبكة الإندوبلازمية هاي الشبكة الإندوبلازمية هم بيها غلاف أوكي هم بيها membrane and mitocondria بيوت الطاقة هم بيها غلاف لايزوزوم الجسيمات الحالة هم بيها غلاف colgy apparatus هم بيها يعني بيها ممبرين غلاف أوكي؟ هاي كلها افتهمناها من خلال هذا السلايب طيب نجي إلى cell membrane شي يقول لك؟ يعني غلاف الخلية the cell membrane غلاف الخلية also called يسمى يدعى plasma membrane الغشاء البلازمي هاي النقطة الأولى إذن أو مثلا ويقول لك which envelopes envelopes يعني يحوط يغلف the cell يغلف الخلية طبعا هو غلاف الخلية منطقيا يغلف الخلية شنو خصائص هذا السيل منظرين نحفظ هنا الخصائص مهمة thin رقيق كلش رقيق لذلك يتراوح حجمه من 7.5 إلى 10 nanometer thickness من 7.5 إلى 10 nanometer بحث من كثر ما هو صغير لا يرى بالعين المجردة وإنما يحتاج إلى microscope هاي ملاحظة إذن ممكن يقول لك الخلية أقدر أشوفها بالعين المجردة يقول لك لا لأنه حجمها كل الصغير وثن رقيق بلايابل and elastic شنو بلايابل and elastic مارينة سيل من برين مارين فلكسبل فلويدتي نوت سولد مو صلب فلكسبل مارين فلويدتي مرونة سيولة ورح نعرف يا تركيب رح ينطي الغشاء الخلية هاي الميزة نتضروه مثل الأداة القادمة أوكي طيب تكوّن من غالبا entirely من يعني كليا بروتين عن لبت قلنا بروتين 55% ولبت 42% وقلنا بروتينات منه أكثر اثنين نوعين integral وبروفرال بروتين والليبت عندنا ثلاث أنواع فوسفوليبت كوليسترول أثر لبت منه أهم اثنين فوسفوليبت كوليسترول منه أكثر واحد أكثر متوفر فوسفوليبت بالنسبة 25% شفنا شلون نحفظ أوكي ممكن السؤال يجيب يقول لك يابا أكثر شيء موجود بالليبت هو الكوليسترول نسبته يقول له لا هو الكوليسترول ومست متوفر أكثر وإنما الفوسفوليبت أوكي مو الكوليسترول طيب the approximate composition يعني approximate تقريبي composition التركيب is بروتين 55% لبت 42% وقلنا فوسفوليبت يكون لي 25% كوليسترول 13% أذر لبت 4% والكاربوهايدريد 3% هاي كلهم افتهمناهم ودرخناهم وافتهمناهم بشكل جاي it is basic structure is lipid by layer cell membrane الشيء الأساس اللي يكونه هو lipid by layer طبقتين من الدهون المفسفر هاي الطبقة الأولى وهاي الطبقة الثانية أوكي طبقتين من الدهون المفسفر إذن ممكن يقول لك سؤال يقول لك cell membrane is one layer of lipid قلنا no غلط هو two layer by layer أوكي طبقتين من الدهون المفسفر طيب the lipid in membrane الدهون الموجودة بالmembrane provide تزود a barrier برية مثل واقي حامي درع مصد that embeds يمنع movement of water and water soluble substance هذا اللي بد هاي الدهون تمنع حركة الماء وحركة المواد المذابة في الماء أو الأيونات المذابة في الماء من خلال هذا المنبرين يعني شنو يعني تمنع دخول وخروج الماء والمواد المذابة بالماء والأيونات المذابة بالماء من وإلى داخل وخارج الخلية ما يفوت من عده أوكي هذا cell membrane ما يفوت من عده يعني نروح يشوف الصورة حتى تتوضح الصورة شوف هذا cell membrane الماء ما يفوت من نانا ولا المواد المذابة من نها تفوت من نانا ورح نعف بعشوية من تفوت هذا كلها طبقتين من الدهن الفسفرة ما يفوت من نها ما يسمح للماء والمواد المذابة أن يفوت من هاي أوكي طيب هاي افتهمناها بشكل جيد وبشكل حلو بكوز ووتر إز نوت سوليوبل أوكي يعني شنو يعني الماء احنا مو قلنا هاي الطبقة من الدهن الفسفرة ما تسمح للماء بأن يدخل ليا عشان هي الدهن من يجي الماء الماء ما يذوب بالدهن لذلك ما يعبر أو المواد المذابة في الماء الأيونات المذابة في الماء يجي واحد يقول دكتور شن هاي الأيونات المذابة في الماء أولا صوديوم بوتاسيوم الكلورايد الماغنيسيوم هاي المواد ما تجي تعبر من خلال هاي الفوسفول ما رح تجي تعبر من هاي الطبقة رح تعبر من غير شي بعدين نذكر ها بالإسلادات القادمة ليش أن هاي الأيونات هي 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 متفقين جيد خلنا نقرأ شي يقول لك يقول لك فوسفول are the most abundant يعني متوفر بكثرة سيل ممبران اللي بت سيقين متوفر بكثرة بسيل ممبران ويكون 25 بالمئة شوف شي يقول لك على الفوسفول لك خلنا قرأ هاي الملاحبة زي يقول لك one end of each فوسفول ب molecule is hydrophilic unsoluble in water the other end is hydrophobic unsoluble only in fat نفتهمنا خل روح نشوف الصورة شباب قلنا هاي الطبقتين من الدهين وفسفر نجعل هاي الطبقة اخذنا جزء منها نشوف هذا الhead هذا شنو هذا hydrophilic محب للماء ويسموه polar head يعني الرأس القطبي هذا محب للماء هذا شي يكون هذا يسموه phosphate group فوسفات اوكي فوسفات وهذن الثنين ذني تشينات يعني مثل الواصر اوكي او خيطين مثل ما نقول عبارة عن fatty acid دهون fatty acid اوكي وهاي الدهون شو تكون تكون non-polar غير قطبية وتكون hydrophobic كارهة للماء اوكي اذن phosphate هذا مرتبط بهذه الدهون الفاتي acid فسموه فوسفول بتكل اوكي اذن هذا طرف محب لذلك الطرف الكاره يقابل الطرف الكاره والطرف المحب يقابل extra cellular وال intra cellular افتهمنا شو نقصد به طيب دكتور احنا ما افتهمنا ها يقول لك هذا الطرف هذا الازرق هو هايدروفيل لذلك هو يذوب في الماء اوكي وهذا هو كاره للماء لذلك يعني لا يذوب في الماء اوكي طيب ها بمعناها انه احنا افتهمناه يقول لك the phosphate and يعني هاي الفوسفات الراس الأزرق الطوبة الزرقية فوسفوليبت هي هيدروفيلك احنا قلناها هيا طوبة الزرقية هي هيدروفيلك بدون ما ندرقها الجزء الفاتي أسد هذا هو الفاتي أسد هذا هو الدهون هاي الفاتي أسد 2-chain آسرتين من الدهون هاي شو تكون؟ بتكون هيدروفوبك كارهة للماء نجي على الكوليسترول الكوليسترول شي يقول لك كونترول ينظم much of fluidity of membrane يعني شنو مفتهمني شوفوا هذا الكوليسترول هاي كوليسترول شوفوا هذا هذا هاي هذا الكوليسترول شباب الفوسفوليبيد وظيفته مسؤولة على permeability of membrane يعني شنو permeability يعني النفاذية نفاذية الغشاء اوكي يعبر بكيف الفوسفوليبيد layer بكيف هتعبر ما تعبر هي الطبقة المسؤولة على ال permeability على السماحية السماحية النفاذية يعني كيف هتفوت ما تفوت كيف هتفوت المواد اللي تذوب بالدهن وما تفوت المواد اللي تذوب بالماهية كيف هتطبقة الفوسفوليبيد وظيفتها انه وقلنا مكوناتها تتكون من هاي دروفيلك وهايدروفوبك شنو وظيفتها البرميابولتي السماحية النفاذية بكيفها تفوت ما تفوت المواد ما تفوت الواتر والواتر سوليوبل سبستانت لا تفوت المواد المواد المذابة وتفوت المواد المذابة بالدهن بكيفها الكوليسرول شنو وظيفتها تتذكرون من قلنا الممبران غشاء الخلية هو بلايابول إلاستيك مارن فلويدتي فلكسبلتي من ينطي هاي الشغلة كوليسرول الدهون الثلاثية الكوليسرول هي التطي هاي الخصيصة الممبران انه يكون مارن إذن بنت حاني يجيب لك ويقول لك الكوليسرول وظيفتها هو البرميابولتي يقول لها غلط الفوسخول ومن هو وظيفتها البرميابولتي الكوليسرول وظيفتها فلويدتي بلايابول إلاستيك مطاطية المرونة للغشاء الممبران طيب هاي افتهمناها نجي هنا بشكل مختصر هذا الاخذنا ليه الوحدة طبعا هذا يسمو polar head الراس القطبه يكون hydrophilic like water طرف محب للماء جاذب للماء والنم بولار تايل ذيل أو تشين آسرة طبعا two fatty chain يسموه hydrophobic ممكن بالمتحان يقول لك طبعا هذا phosphate group وهذا fatty acid فإذا فوسفو لبيد يعني فوسفيت نشلب باللبد هذا هو معناها أوكي ممكن يقول لك يابا انه الفاتي acid هو الهايدروفيل كبار تقول له غلط الفاتي acid هو الهايدروفوبك الكاره للماء يقول لك الفوسفيتو جروب أو البولار هيد هو هايدروفوبك تقول له غلط البولار هيد الراس القطبي والفوسفيتو جروب هذا الفوسفات هو هايدروفيلك محب للماء أوكي لازم تعرف انه هذا يسمو polar head تعرف يسمو فوسفيتو جروب ممكن ممكن هيدروفيلك هذا يسمو fatty acid يسمو two fatty acid طبعا مو three two يسمو non polar tail غير قطبي يسمو هايدروفوبك غير محب أوكي افتهمناها كلها هاي الصورة اللي توضح طبعا اخذنا هذا هاي ليير الاولى ماسيلمان بطبقتين يدون الفسفرة هاي الطبقة الاولى وهاي الطبقة الثانية شفتوها قبل شوي هاي الطبقة المفصولة هيدش هاي اخذناها شوف هذا الطرف الكاره يقابل الطرف الكاره اعتبروا هاي دوير الزرقه يدعبوا له الزرقه المحبه للماء وهاي يدعبوا له الزرقه المحبه للماء هذا الرسم بالضبط هذا المحب للماء وهذا المحب للماء وهذا الكاره هذا الكاره ثانا دي وضحها بشكل الرسم هذا الكاره يقابل كاره انتيريرلي في داخل الممبرين أوكي والpolar head يقابل للإكسترا سيليلر وإنترا سيليلر أوكي إذن وحده من الأسئلة اللي جيك يقول لك يا با الننبولر هو متنافر يقول له لا هو facing together أوكي متقابلات انتيريرلي إلى الداخل أوكي طيب ننجي الآن إلى الcell membrane proteins يعني شنو يعني البروتينات اللي تكون الcell membrane لقلنا الcell membrane يتكون من الليبد 22 و40 بالمئة وشرحنا الليبد قلنا الليبد هو شنو فوسفوليبد 25 بالمئة كوليسرول 13 بالمئة قلنا الفوسفوليبد شنو بيتو هيد هيد بولر هيد نون بولر هيد هيدروفيليك هيد هيدروفوبك فوسفات فات أسد كلها شرحناها مو بالله فوسفولي بدو وضيفته الpermeability الكوليسرولي وضيفته fluidity هاي كله شرحناها نجي الآن على البروتين 55 بالمئة قلنا البروتين كولي المسيل membrane شي يقولك البروتين يعني البروتينات يعني البروتينات are globular masses يعني عبارة عن globular ما فيه شي دائري كاروي اوكي floating masses عفوا كتلة كاروية floating يطوف in the lipid bilayer شنو يطوف بال the lipid bilayer يعني شنو most of which are glycoprotein خل روح عصورة ونشوف احنا مانا إلا عصورة نفتهم هذا ال integral protein شنو شكله دائري كاروي مو بالله floating يطفو يطفو بال cell membrane بال lipid bilayer بال lipid bilayer مو لبد طبقة الأولى طبقة الثانية فايت بنصهم يطفو بال lipid bilayer اوكي احنا باوعنا عصورة وافتهمناها هذا شي يسموه protein يقولك شو هاي ملاحظة يقولك most of which are glycoprotein يعني شنو يقولك يعني غالبيته هو glycoprotein يعني بروتين ومتشلب ب كاربوهايدرويد كلها يعني مثلا هذا بروتين ترقى متشلب بي كاربوهايدرويد هذا بروتين ترقى ممتشلب ايهologists هذا بروتين executive شو فو مشلب بي كاربوهايدرويد مشلب بي كاربوهايدرويد نادرا ما ترقى بروتين مشلب بي كاربوهيدرويد لما غالبه هو يسمو glycoprotein يعني بروتين مشلب بي كاربوهايدرويد اوكي طيب two types of protein قلنا نوعين integral protein قلنا شنوه ذات يعني يعني يختلق ينطق مثل ما نقول all the way through the membrane all the way كل الطرق through membrane يخترق الممبرين كله بالكامل تكاملي طيب and peripheral protein طرفي that attach only to one surface يعني يتصل attach يتصل only فقط one surface بسطح واحد of the membrane هذا هيئة البروفرالبروتين دكتور هذا البروفرالبروتين اتصل بس بهذا السطح ما اتصل بهذا السطح اتصل بالسطح هذا لا احنا مو قلنا طبقتين من الدهم فسفرة اتصل بس بهذا السطح او اتصل فقط من نانا بس بهذا السطح اتصل اذا بروفرال طرفي loosely attached يتصل بشكل غير وثيق and do not penetrate all the way through يعني لا يخترق كل الممبرين مثل الانتقرى البروتين واحدة المسكيوات اللي يجيك يقولك يا باب انتقرى البروتين attach only to one surface نقول له غلط هو بروتروت or penetrate all layer يخترق كل الليارات وممكن يقولك البروفرالبروتين هو يتصل لي ب two surface نقول له لا one surface يتصل بي اوكي و not penetrate لا يخترق all the way penetrate معناتها يختر افتهمناها على الصورة احنا افتهمناها دكتور اوكي ما يحتاج اوكي هاي glycol بتتذكرون وش قلنا عليها الكاربوهيدروات متصلة فقط بالسطح الخارجي ما الممبرين مو بالسطح الداخلي اوكي هاذي الكوليسترول شنو وضيفته fluidity pliable مرونة اوكي طيب وهذا هو الغشاء طيب نجي الان على integral protein شنو الأ integral protein قلنا sophisticated اللي يخترق كل ال كل ال اللي بهいやران excellent نجي على وضيفته يقولك هذا ال integral protein ممكن يعمل عدة وضعات ممكن ألقاء يسوي لعدة الشغلات أوكي طيب أولا ممكن يكون يؤدي لي وظيفة Structural channels يعني قنوات وظيفية ثقوب هاي الثقوب مثلا هاي مثل ما تشوفون اللي نفترض أنه هذا هو قنوات هاي قناة باعوا هاي قناة يمر بها الأيوانات التي لا تدوب في الماء أوكي عفونا التي تدوب في الماء الأيوانات اللي تدوب في الماء ليش لأن ما تعبروا من نانا ما تعبروا من نانا هاي المواد قلنا الواتر والواتر soluble substance والأيوانات يعني الماء والمواد والأيوانات اللي تدوب في الماء ما تعبر من نانا من هذا الفوسفوليبيت بالير وإنما مين تعبر؟ تعبر عن طريق قنوات وهاي القنوات هي بروتينية إذن من يسوي لهذه القنوات هو بروتين إنتقرى البروتين إذن أول وظيفة إنتقرى البروتين ممكن يعمل لي عمل قنوات تفوت منها المواد اللي ما تعبر من الفوسفوليبيت تفوت من خلال هاي اللي هي الواتر مونيكول زيات الماء تعبر من خلالها ايونز يا ايونات قلنا صوديوم بوتاسيوم صوديوم يرمزولة ن اي بوتاسيوم كي كلورايد سي ال ماغنيسيوم ام جي تنتشر تنتشر بين الاكسراسيلولار والاكسراسيلولار يعني من خلال هاي القنوات رح تنتقل هاي المواد والايونات من الاكسراسيلولار من الجزء الخارج الخلية او خارج الخلوي الى الجزء اللي داخل χلية اوكي هاي ممكن عن طريق الانتقر لبروتين النقطة الثانية كاريرو بروتين شنو كاريرو بروتين كاريرو بروتين عبارة عن ناقل اعتبروه هذا هو هذا ناقل شنو يعني ناقل يعني هو موجود على سطح الخلية من يجي مثلا اي مادة معينة يتشلب بيها مثل السيارة مثل السيارة سان ارد انتقل منها من بيتي أريد روح الكلية أخذ سيارة السيارة هي الكريير البروتين وأنا المادة اللي قاعدت أقول لي أنا الأيون اللي قاعد أنتقل بالسيارة عن طريق الكريير البروتين فهاي هم السيارة منها جي أركب بيها رح يتغير شكلها ممكن وزنها يزيد لأن أنا عندي وزن ممكن قامت تتحرك التائرات حتى تبدي توصل أوكي فإذن هنا نعم نفس الشي الكريير البروتين البروتين الحامل منتج الجزئية يشلب بيها رح يسوي لفة تغيرات بسيطة ورح تنتقل المادة يعني تشلب بها وروح يدخلها لداخل الخلية يعني هاي المادة الحاملة تغيير Art يعني تغير بشكلها بس تتصل بالمادة رح يصير تغير بشكلها وتنتقل المادة الى الداخل يعني بس انا اركب السيارة رح يصير تغير بالسيارة وتتحرك وتمشي وتنقلني هاي مختصر مفيد خل نقرأ carrier protein يعني البروتينات الحاملة for transporting substances يعني نقل المواد that otherwise could not penetrate the lipid bilayer المواد اللي ما تعبر اللي هي شنه هي الواتر والواتر مولوكيول سوبستانس والعيون سوليوبل واتر سوبستانس اوكي العيونات اللي ذدوا في الماء هم ممكن تنتقل عن طريق البروتينات عندنا بعض المواد تنتقل عن طريق عندنا بعض المواد لا والله تحتاج حامل يقول لك يعني هاي الحوامل الحاملة البروتين الحامل السيارة bind ترتبط with molecule هاي الجزيئة السيارة ترتبط وياها هذا الجزيئة والسيارة هي الحامل فتيجي المادة الحاملة الرسبتر يستقبلها يرتبط بيها or ions or the ionات that are to be transported يعني هذا الايون أو هذا الجزيئة تريد الطوب بداخل الخلية يجي الحامل يتشلب بيها طيب conformational change يعني تغيرات شكلية in the portion molecule then move the substance through the entrances of the portion to the other side of the membrane يعني من يل مختصر مفيد أريدك تفتهم أنه من هذا الحامل الحامل يتصل بهذه الجزيئة رح يصير تغيير جزئي بهذه الكريير البروتين تغيير جزئي رح تنتقل إلى داخل الخلية أوكي؟ طيب ممكن هذا الانتقل البروتين يعمل عمل enzyme ممكن أنه هو بروتين وإنزايم وبروتين فممكن يعمل لي عمل enzyme catalyze يعني يدمر chemical reaction التفاعلات الكيميائية ممكن هذا الانتقل البروتين يعمل لي عمل receptor يعني هنا أنا مثلا هذا عمل receptor مستقبل قاعد دكتور شنو receptor؟ كل خلية بيها مستقبل كل خلية بيها باب أوكي؟ باب وقفل لا إذا الباب لازم تنفتح لازم يجي مفتاح يفتحها هذا المفتاح هي المادة وهذا القفل الموجود بالسلمان برين هو الريسبتر هو المستقبل المستقبل حتى يفتح يحتاج مادة تقعد عليها وتفتحها يحتاج مفتاح يفتح القفل أوكي؟ من يس من هذا الريسبتر؟ من هذا المستقبل ما يتكون؟ متكون من البروتينات أوكي؟ هذا البروتين انتقل البروتين ممكن يعمل عمل receptor المستقبل قاعد على سطح الخلية بس تجي المادة تشلب بيه رح يصيق يعني يعني البوابات رح تنفتح مال هذا الريسبتر مال هذا المستقبل ورح تطب بالمادة اللي أريدها أوكي؟ طيب خلنقرأ يقول لك المواد الكيميائية المضامة بالماء such as peptide hormone الهرمونات البيبتايد أسألكم سؤال رحكم أنتوا تجاوبون البيبتايد هرمون شنو اللي يقصد عليهم؟ شنو هن البيبتايد هرمون اكتب بإنت شنو هن البيبتايد هرمون طلع شنو هنه؟ that do not easily penetrate the cell membrane لأن الواتر والهرمونات والمواد والهونات اللي يزدوب بالماء ما تعبر الفوسفوريبتبالير لغالك تفوت عن طريق هاي الطرق يا أما channels قنوات يا أما carrier حامل بروتين حامل يا أما أنزيم يا أما ريسبترات أوكي؟ يا أما مستقبل دي يجي قاعدة عليه أوكي؟ طيب نجي الآن إلى البروفران البروتين البروفران البروتين يقول لك موليكيول are often attached to integral البروتين يعني شنو؟ يعني هذا البروفران البروتين خنشوف الصورة هذا البروفران البروتين يقول لك دائما تلقى مجلب بالإنتقرال البروتين ما رح تلقى مجلب هنا لا شوفوا هنا رح تلقى مجلب بالإنتقرال البروتين وهذا ممكن يجيكم سؤال يقول لك البروفران البروتين تلقى مجلب بالفوسفو اللي بتبالي يقول لك غالبا نلقى مجلب بالإنتقرال البروتين أوكي؟ طيب شنو يعمل لهذا function almost entirely as يعني يعمل as enzyme قلنا ممكن enzyme كأنزام يعني أو نقل المواد يعني الثقوب إحنا مو قلنا الثقوب وبها قنوات والمتقرار البروتين هو مسؤول هذا البروتين هو ينظم عملية دخول المواد من خلال هاي القنوات أوكي هو ينظم مرور عملية هذه المواد أوكي متفقين طيب يعني ممكن إذا يجيك شؤال يقول لك قيابة وحدة من دني غلط البروتين function almost entirely as انزايم قل له صح يعمل عمل انزايم control of transport substance يصحيح ينظم as a receptor قل له غلط الريسبتر يعملها الانتقرال بروتين أوكي هي تتيتي الأسئلة متفقين طيب نجي الآن إلى الممبرين كاربوهايدرويت بعد ما أخذنا الليبيد مكوناته 42% يكون قل له والفوسفاليبيد والكوليسترول أخذناه بعد ما أخذنا البروتين وقلنا أكون تقرى البروتين وشين وظائفه وقلنا بروفر البروتين وشين وظائفه وقلنا البروتين نكون ل 55% نجي الآن إلى الكاربوهايدرويت الكاربوهايدرويت يشكل قل له ثلاثة بالمية هاي الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية يقل له إنه الكاربوهايدرويت attached to the outer surface of the cell membrane بالسطح الخارجي الأوتر أوكي مو الداخلي هاي الملاحظة الثانية قل نجي نقرأ ونشو شي يقول لك يقول لك الممبرين كاربوهايدرويت يعني الكاربوهايدرويت الموجودة على الممبرين occur almost يعني تحدث غالبا invariably in combination with protein and lipid يعني شنو يعني هاي الكاربوهايدرويت الموجودة على سطح الممبرين السطح الخارجي غالبا تتصل مع الليبت الموجود على سطح الخلية ويسموه glycolibid أو إذا اتصل معه بروتين يسموه glycoprotein خلي نشوف الصورة إذا هذا هو البروتيوان الماوس هذا هو الماوس هذا كاربوهايدرويت اتصل باللبين يسموه glycolibid وهذا الكاربوهايدرويت اتصل بالبروتين يسموه glycoprotein واتصل بالسطح الخارجي أوكي هاي افتهمناها the entire outside surface of the cell entire يعني كلي outside الخارج surface السطح السطح الخارجي للخلية has a loose carbohydrate coat يعني يمثل كوت مثل الغطاء على سطح الخلية يسموه glycoprotein glycoprotein هذا مثل الأشجار مثل الغطاء متكونه من glycolibid and glycoprotein يعني glycoprotein عبارة عن بروتين يمتشلب بالكاربوهايدرويت وعبارة عن الليبود يمتشلب بالكاربوهايدرويت قالوا يابدين نطلق عليه مصطلح نسميه glycoprotein مثل الشجر بقع مثل الشجرة داير ما داير السيل منبرين يحوطوا في السيل منبرين ورح نعرف شنوه متفقين متفقين طيب it has several يعني العديد important function العديد من الولائف المهمة أولا have a negative electrical charge هذان الأشجار هنه يطن شحنة سالبة لسطح الخلية شحنة سالبة لسطح الخلية أوكي يعني نقطة أولا which gives يعطي موسيل معظم الخلايا an overall negative surface charge يعطيها شحنة سالبة على سطح الخلية that repeals other negative objects يعني تنافر الجسم الآخر negative يعني هاي خلية شحنتها سالبة أي جسم شحنتها موجبة يتنافر وياه أوكي طيب هاي الفونكشن الأولا مهمة نحفظها الفونكشن الثانية يقول لك هو attachment between the cells يعني شنو يعني خلية تتصل مع خلية عن طريق هذا glycocallax أوكي ليش لأن وحدة من مميزات هذا glycocallax إنه هو مادة دبقية مادة مثل الدبق تلزق أوكي فممكن يساعد لي بالattachment تلزق لي باتصال خلية مع خلية أخرى أوكي شي يقول لك the glycocallax of some cells glycocallax مع some cells مع الخلايا attached to the glycocallax of other cells يعني خلية مع خلية ترتبط مع بعضها ممكن عن طريق glycocallax لأن مادة تلتسق لزاقية صمغية جيلاتينية دبقية أوكي thus attaching cell to one another ممكن تتصل خلية بخرى طبعا أقولكم شغلة إنه كل خلية عدى glycocallax خاصة بها التفقين طيب many of carbohydrates act as receptor substance يعني شنو هذي glycocallax ممكن يعمل يعمل ريسبتر إحنا قلنا منو ممكن يعمل يعمل ريسبتر تقرأ لبروتين نعم والglycocallax في بعض الخلايا ممكن يعمل يعمل ريسبتر مستقبل شنون ممكن طبعا مستقبل للهرمونات مثل هرمون الإنسولين هرمون الإنسولين الإنسولين ما يفرز لي من البنكرياس لذلك الطفل عنده سكر البنكرياس لا يفرز إنسولين ممكن هذا أحد الأنواع ما السكر بنوع أحد الأنواع لا يفرز إنسولين من البنكرياس فالبنكرياس يفرز للإنسولين الإنسولين من يجي يقعد لي على glycocallax ويجلب لي بالglycocallax ويخلي الخلية جدران هتنفتح حتى يدخل الغلوكوز إلى داخل الخلية هاي ما مطالبة بها كل المعلومات إنه أنا أريد الغلوكوز يدخل من الدم إلى داخل الخلية من يدخل إيها يجي الإنسولين يقعد على المستقبل مع الخلية يخلي المستقبل أو البروتينات أو بوابة الخلية تنفتح فيفود الغلوكوز من الدم إلى داخل الخلية أبو السكر ما عنده إنسولين فشنو الخلية ما تنفتح ما كو غلوكوز داخل الخلية فالغلوكوز بالدم يزيد يصبح عندها هايبر غليسيم يعني غلوكوز أوكي يعني سكر الهايبر عالي يعني يصبح عندها سكر بالدم عالي ليش لأن ما كو إنسولين يقعد ليعرس ها يخلي الخلية تفتح بواباتها حتى يفوت الغلوكوز إلى داخل الخلية لذلك ننطي إنسولين أوكي ممكن ننطي إنسولين فيروح إنسولين يقعد على المستقبل يخلي الخلية تفتح بواباتها يفوت للغلوكوز تنحل كل القضية أوكي هذا مختصر مفيد إذن غلايكوكالكس ممكن يعمل لي عمل ريسبتر مستقبل مثلا مثل الإنسولين أوكي طيب الملاحظة الأخرى هاي كلش مهمة يقول لك سم كاربوهايدريت انتر انتو إميون ريكشن خلي أقولكم شغلة شباب يعني شنو إميون ريكشن بالتفاعلات المناعية التفاعلات المناعية شوفوا شباب إحنا شقلنا قابل شوية يقلنا كل خلية لها غلايكوكالكس خاص بيها اللي غلايكوكالكس يمثل هوية الخلية الفينجر بريت أو بصمة الخلية كل خلية عدها بصمة خاصة بيها كل خلية بجسمنا عدها شفرة خاصة بيها كل خلية عدها هوية خاصة بيها هاي النقطة الأولى جهازنا المناعي الوايت بي سي يعني الخلائي دم البيضاء من جهاز المناعي بشكل عام إحنا نقول من يجي بالجسم ده يشتغل يجي يدور على الأجسام الغريبة على البكتيريا على الفيروس فيجي همع الخلائي مالتنا يجي عندها بالشفرة مات أنه هذا الشفرة هي طبيعية هي جهاز خلية صاحية مالتنا ما بها شي مو فيروس ولا بكتير فيعوفها يجي على الخلية الثانية يقراها يقرى هويتها يقرى الخلية يشوف الخلية هاي طبيعية لو مو طبيعية من خلال مالتها يقرى الهوية إيهاي طبيعية أوكي ما يأذيها ما يهاجمها بينما إذا طبت بكتيريا البكتيريا عمع سطحها هم عندها غلايكوكالكس يجي الجهاز المناعي يجي على البكتيريا يقرى الهوية مالتها هذا جسم غريب هاي الشفرة مالتها ما موجودة عندنا هاي شي طبيعي فيجي يهاجمها إذن الجهاز المناعي يهاجم الفيروسات والبكتيريا والأجسام الغريبة عن طريق غلايكوكالكس مالتها عن طريق الهوية مالتها يجي يقرى الهوية مطبيعية يتشلب بيها ويلتهمة اوكي لذلك هي كلش مهمة بالمناعة اوكي برضا قل لكم في الوظيفة طبعا خامسة كلش 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 مهمة انه اللي قلائكوكاليكس مادة دبقية قلنا ومن خصائصها انه تجذب الماء تجذب الماء اوكي لذلك ايش يقول لك يقول لك انه بالرسبايراتري سيستم بالجهاز التنفسي وبالجهاز التنفسي وبالجهاز الهضمي ما يصير عنده جفاف ليش لان خلايا طلاعية مالتها الخلايا اللي تبطلي يعني مثلا مو هذا بنفترض هذا هو القصب الهوائي هنا انا شكوا داخلها اكو قلائكوكاليكس مال خلايا مو بالله هذا القلائكوكاليكس يجذب الماء يجذب الماء الى يمه فما يخلي يصير المنطقة صير جافة يصير بيها جفاف لذلك احنا رسبالاتري سيستم مالتنا دائما رطب اوكي يعني الا اللي تمرر دائما رطب نقدر نحجي مالعلم نهو تنفسها ولكن هاي اللي قلائكوكاليكس تجذب الماء وتحمل سوى الطبقة الداخلية انهو بيها ماء اوكي هاي المهمات ممكن يقول لك قلائكوكاليكس يعمل عمل يطيب positive electrical charge تقول لك لا هو يطيب negative اوكي يقول لك هو يساهم في عملية الاتاشمنت بتوين السيل تقول لك نعم ممكن يعمل عمل ريسبتر تقول لك نعم يقول لك ممكن يعمل عمل immune reaction تقول لك نعم ممكن يعمل عمل قناة channel لا ما لدى غلا يمكننا انتقر البروتين الى عمل بالقناة اوكي هاي الامور كلش مهمة بالنسبة لقلائكوكاليكس وافتهمنا شنو معناها طبعا الوظيفة الاخرى نقول لك هو cushion for cell membrane يعني شنو يعني مثل السيد للسيل ممبرين مثل الصبات اللي تحمي السيل ممبرين مصد يحمي السيل ممبرين اوكي احدى وظائفة كذلك اوكي وقلنا هاي الصورة شرحناها نجي هنا هذا شنو هذا هذا الانتقرال بروتين هذا الكاربوهايدروات يمتشلب بي يسمو شي سمو يسمو غلايكو بروتين اوكي وهذا كاربوهايدروات يمتشلب بلبد يسمو غلايكو لبد كلهن شي يسمو غلايكو كاليكس وقلنا شنو وظائفة طبعا هاي هذا الهيد غروب وهذا الكوليسترول شنو الكوليسترول وظائفة كوليسترول وظائفة قلنا فليوديتي اوظلم شوفوا شوفوا مرن مرن موصلب اوكي طيب لهنا خلصت محاضرتنا الجزء الاول من اللكتشر او من المحاضرة الاولى الجزء الاول اتمنى انهم افتهمتوا هاي المحاضرة وصارت عليكم سهلة وانشاء الله هاي سوارعتكم عن حاضروا موجود انتظروني في البارت الثاني شكرا جزيلا مع السلامة